السلام عليكم أخوان إن شاء الله سوف يكونوا بخير ويعطيكم صحة لكم تبعوذ الديزيتبول اليوم سنظر على الظاهر الأيمن تعليقي بالنسيونال بعد إصابة عطال قلت لكم استفتاء والصنداج في المنتدى وقلت لكم ما سيعود عطال وقلوا لي كومنتر وقالوا لي ما سيعود عطال لذلك قلت لكم هذا الصنداج وقال الأصوات سوف يزداد قا والزفان البعض يقول حليمية في تعليقاته لذلك أريد أن أعطي لكم هذه المقارنة بين زفان حليمية وزدادقة جمعت لكم قاعد الإحصائيات للعبين هادوما في صوفا سكور وخيرت لكم أهم الإحصائيات الدفاعية الهجومية التمريرات الدقائق الملعوبة عدد المباراة اللي لعبوها لحد الآن هذا الموسم ورح نظر غير على هذا الموسم هدايا ورح نشوفوا المردود تتحهم بين ثلاثة إن شاء الله تعجبكم الفيديو هنا كما رأيكم تشوفوا في هذا الجدول زفان لعب أكثر مبارايات لعب خمس مبارايات حليمية ثلاثة وزدادقة كيف كيف ثلاثة وهذا المعدل تعد دقائق الملعوبة في المباراة زفان عنده 82 حليمية ثلاثة وزدادقة 90 دقيقة يلعب ثلاث مبارايات وبين ثلاثة لعبهم كومبلي يلعب مبارايات كاملة يلعب 90 دقيقة في المباراة لا يخرج قاع هنا تشوفوا اللمسات وزدادقة هو اللي رأي يلمس أكثر كورات 65 لمسة في المباراة ضد 59 لمسة تعزفان اللي رأي في المرتبة الثانية وحليمية يلمس 42 كورة في المباراة هو اللي يلمس أقل كورات بين ثلاثة هادومة تضييع الكورة تضييع الكورة تشوفوا بليزدادقة هو اللي يضيع أقل كورات في المباراة ضوك زدادقة يتفوق مرة أخرى وهنا نسبة التمريرات الصحيحة زدادقة هو اللي عنده أكبر دقة في التمريرات كنتشوفوا 91% وهذه هي معدل تمريرات المفتاحية في المباراة وتشوفوا بليزدادقة هو اللي يتفوق براء أخرى زفان وحليمية ما عنده مش تمريرات مفتاحية في المباراة لحد الآن هنا نسبة التمريرات الطاويلة الكورات الطاويلة تشوفوا بلي اللي عنده دقة في تمريرات طاويلة وهو زدادقة 75% واللي عنده أكبر نسبة في تمريرات طاويلة بين ثلاثة هادومة التوزيعات تسمى مدروا ولا توزيعها وزدادقة عنده 33% توزيعات صحيحة تسمى لحد الآن زدادقة هو اللي يراه متفوق على زوج لعبين زفان وحليمية نكملو بالإحصائيات الدفاعية هنا قطع الكورات زفان هو اللي يتفوق بـ 3.2 وبعد يأتي زدادقة عندهم تقاريبا نسبة الكورات المقطوعة وحليمية رح شوية لتحت هذا يولي التمركز لذلك أعتقد أن زفان وزدادقة يعرفوا يتمركزوا بلاك خير حليمية تقول لي بلي ساديبون شامبيون ساديبون ماتش وكذا وكذا على بان هذا ومجرد إحصائيات برك ومقارنة تقول لي بلي ركتقارن غير المباراية تعد الموسم برك على بان خمس مباراية أو ثلاثة ما تقدرش يعني تحكم على اللعبين راني حبرك أن نقارنها على هذا الموسم بسك الموسم اللي فات حليمية قريب ما لعب شقع تقريبا تسمى المقارنة تجي غير مع زفان وزدادقة حبيت أن نزيد حليمية في هذه الإحصائيات خارج هو عود ولا في المنافسة هذا العام وهذا ما كان هنا العراق ترى بلي زفان هو اللي يدير أقل العراق النجحة في المباراة وزدادقة هو اللي عرق الأكثر وبفعالية بصير شحال من مرة يراوغوهم شحال من مرة المنافس يراوغ المدافع تقريبا زفان ولا أحليمية ولا أزدادقة ترى زفان هو اللي ما يتراوغ حليمية وزدادقة رمي يجعل المنافس يجوز هم اللي عندهم النسبة الأكبر على المراوغات اللي يتحملوها هنا يرى نسبة المراوغات الناجحة وحليمية هو اللي يفوز بهذا الإحصائية هذه بستين بالمئة مراوغات ناجحة نحن تشوف باللعب المحلي عنده تقنيات عنده الموهبة في المراوغات يقولون لي باللغة لا نستحق واحد يراوغ نستحق واحد يمليح ويمرر الكرة بدقة بمسير هذه بينه وآخر إحصائية وهي الصراعات أنا ليا الصراعات هي الإحصائية المهمة في هذا المنصب هذا سيكي تربح صراعات التوعك وهنا حليمية هو الذي يتفوق على الصراعات لذلك يوجد الثاني أين ترى حليمية الذي يتفوق على زوج اللعبين الآخرين وأخيرا لكي نفعل ملخص عدد الإحصائيات الذي خيرتهم وهو 13 وعلى 13 8 يتفوق فيها زدادقة فاز 8 مرات على 13 زفن فاز 3 وحليمية مراتين اللعب الذي يفوز بهذه المقارنة وهو زدادقة ترى الأرقام برق ترى الأرقام لكن بدأوا نحسب المباراة الملعوبة ترى الزفن هو الذي يتفوق والذي يلعب أكثر مباراة هذا الموسم وهو الذي يلعب أكثر جاهزية وترى العامل الخبرة زفن وحليمية اللعب مع لكيب ناشيونال وحليمية لعب في الزيبابوي لعب معنا بعض المباراة زفن ربح كوب ضافريك لا يمكن تقارن زفن وحليمية لديهم خبرة مع المنتخب الوطني مع الزدادقال لا يلعب ولا دقيقة هذه مجرد مقارنة على الإحصائيات وتع أرقام لا يمكن تحكم 100 ما نستطيع نقول الشعب لا يغلط الشعب قليل وين يغلط رأي الاستفتاء الذي خرج الفائز هذا المقارنة وهو الزدادقال الناس قلوا بالزدادقال هو اللي راح يلعب بيانسير في المرتبة التانية زفن ويجي في التعليقات حليمية بيانسير ذوك ركتوكي فاش هاد الإحصائيات هادو حبيت نديرهم لكم باش تشوف باللي المقارنة عندها أساس وكي تشوف الأرقام تشوف باللي الشعب راهو يعرف راهو يعرف الكرة القادم وإن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ونقولكم على بروجين صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة